ونذهب إلى أسهم شركات ستيلانس وكبريات شركات السيارات في الولايات المتحدة والتي جاءت كالتالي ستيلانس أغلقت في الجلسة الماضية عن 17 دولار و 99 سنة للسهم الواحد وكذلك جنرال موتورز عن 29 دولار و 22 سنة للسهم الواحد وكذلك فورد الأمريكي 11 دولار و 48 سنة للسهم الواحد وأخيرا فراري أمريكا 303 دولارات و 30 سنة للسهم الواحد وترتفع بدولار و 60 سنة في الجلسة الماضية